السلام عليكم طريقة تحضيره سهلة وطعمه جميل جدا يلا بينا نشوف طريقة العمل هنحتاج في الوصفة دي كوب ونصب الأكواب العيارية من السمسم بس يكون سمسم متحمص وبذر الكتان وبذر الشاية ولو ما فيش بذر الشاية ممكن نستعمل بس بذر الكتان ومعايا كمان اتنين بيضة كبيرة وخلوا بيكين باودر وزيت زتون وملح وفلفل اسود أما الإضافات اللي حسب الرغبة هيكون السماء وحبة البركة وزعتر على حسب المتاح هندوكو من الثلاثة دول استعملوه دلوقتي بقى هنبدأ بالطريقة على طول أول حاجة إحنا محتاجين نطحن بذر الكتان وبذر الشاية هناخد بمعيار معلقة الطعام معلقتين كبار مليانين من بذر الكتان وبذر الشاية ولو ما فيش بذر الشاية حطوا أربع معالق بذر الكتان ودلوقتي هنشغل الكبه علشان نطحنهم ناعم قوي وبعد ما طحنناهم بالشكل ده نحطهم دلوقتي في طبق كبير وفي نفس الكبه اللي طحننا فيها بذر الكتان وبذر الشاية هنطحن برضو دلوقتي السمسم ولازم نستعمل السمسم متحمص علشان ما يديناش طعم ممر هنبدأ دلوقتي نطحن أول كمية من السمسم أهم حاجة وإحنا بنطحن السمسم إن احنا نخليه كده عامل زي الدقيق النعم ما نطحنوه الزيادة علشان ما يتحولش معانا لطحينا دلوقتي بعد ما طحنت الكمية الأولى من السمسم حطتها في الطبق اللي فيه اللي بذر الكتان وبذر الشاية المطحنين واطحن دلوقتي باقي كمية السمسم بنفس الطريقة كده وهنا خلاص أنا طحنت كمية السمسم كلها كوب ونص بالأكواب العيرية ودفتهم في الطبق اللي فيه بذر الكتان وبذر الشاية المطحنين دلوقتي باقي هنحط باقي المكونات الجفة أنا معايا هنا البيكين باودر هنحط دلوقتي بمعيار معلقة الشاي الصغيرة معلقة صغيرة مليانة من البيكين باودر وهنقلب باقي دلوقتي المكونات الجفة كلها مع بعض كويس بالشكل ده وبعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده هنسيبهم بقى دلوقتي على جنب وهنجيب دلوقتي تاني الكبة وهنحط فيها اتنين بيضة كبيرة وعلشان ما يكونش فيه اي زفارة للبيت فأنا هضيف دلوقتي الخل هنحط حوالي نص معلقة صغيرة من الخل وهنشغل بقى دلوقتي الكبة علشان البيت يتخفق معانا كويس وخلاص كده بيكون البيت جاهز معانا هنجيب دلوقتي الطبق اللي كنا حطينا فيه المكونات الجفة وهنضيف عليه دلوقتي الملح والفلفل الاسود وكمان البيت هنحط دلوقتي الملح والفلفل الاسود طبعا بيكون الملح حسب التزوق ايه انا هحط رشة بسيطة كده حوالي ربع معلقة صغيرة وكمان هضيف برضو حوالي ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهنقلبهم مع بعض دلوقتي بالمعلقة وبعد كده هنحط البيت والخل اللي احنا عملناهم في الكبة وهناجم بقى دلوقتي المكونات كلها كده بالمعلقة لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس وبعد ما اختلطوا مع بعض كويس بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نزود مياه بالتدريج كده علشان نلم العجينة وتكون معنا طرية فانا معايا هنا نص كوب بالاكواب العيرية من المياه هنضيف منه بالتدريج كده لغاية لما العجينة تطرى معنا خلاص كده العجينة بقت جهزة معنا وبقت طرية وسهلا نحنا نشكلها ايه انا محطتش نص الكوب كله انا حطيت تقريبا تلت كوب من المياه اهم حاجة ان احنا بنسيب العجينة خمس دقايق ترتاح علشان السمسم يمتص كل السوال الزيادة اللي في العجينة وبتكون معنا بالشكل ده بنسيبها بس خمس دقايق وانا جبت صاج الفرن وحطيت عليه ورق زبدة وهنبدأ دلوقتي نشكل الكعكة او المعجنات هنجيب طبق صغير ونحط فيه حوالي معلقة من زيت الزتون هنبلق دينا بزيت الزتون بالشكل ده كده نعمل مسحة بسيطة وهنبدأ دلوقتي نشكل الكوكز او المعجنات طبعا شكلوه بالحجم والشكل اللي انتو عايزينه انا هعمله على شكل دوير بالشكل ده كده وحاولوا ان انتو تخلوا الاحجام كلها قد بعض كده اول واحدة جاهزة معنا هنحطها بقى دلوقتي فوق ورق الزبدة ونعمل مسحة تانية من زيت الزتون على قدينا كده ونعمل واحدة تانية بنفس الطريقة طبعا الطريقة دي سهلة جدا في تشكيل الكوكز ومش بتاخد وقت ابدا ودلوقتي هعمل باقي الكمية بنفس الطريقة كده لغاية لما خلصها كلها اهم حاجة بس ان احنا ما ننساش نعمل مسحة بزيت الزتون على قدينا بالشكل ده وبعد ما خلصت تشكيل الكمية كلها هنشيل دلوقتي ورق الزبدة زيادة وهنزبط دلوقتي الكوكز او المعجنات بالشكل ده كده اهم حاجة تسيبوا بين كل واحدة مسافة ما تلزقهمش ببعض خلاص كده المعجنات جاهزة معنا ان احنا نحط عليها الاضافات او الطعم اللي احنا عايزينه ممكن تدخلوها الفرن كده هي كده تمام قوي او تحط الاضافات زي ما عامل دلوقتي انا هحط على شوية كده شوية من دقة الزتر وعلى جزء تاني من المعجنات هنحط برضو سماء وعلى جزء تاني هنحط حبة البركة وسمسم على حسب المتاح عندكم استعملوه اهم حاجة بس واحنا بنحط الاضافات اللي فوق على الوش دي ان احنا نضغط عليها علشان تدخل جوه العجينة ما تقعش هنحط بقى دلوقتي السماء ونضغط عليه برضو بادينا بالشكل ده الخطوة دي مهمة علشان يلزق على الوش كده وما يقعش منه بعد السوا وهنضيف كمان دلوقتي حبة البركة الحاجات دي يا جماعة اضافات حسب الرغبة ممكن تحطوها او لا وانا هحط برضو على كام واحدة كده شوية من السمسم وبرضو نضغط عليهم بادينا كده علشان تثبت على وش الكوكس وخلاص كده بيكون جاهز معانا ان احنا ندخلوا الفرن بندخلوا على فرن دافي ما يكونش سخن قوي بندخلوا على فرن دافي على درجة حرارة 180 وده شكله معانا في الفرن بيقعد في الفرن عشر دقايق بس او لغاية لما يبدأ ان هو يتحمر من تحت بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعه وبيطلع معانا بالشكل الجميل ده طبعا انا بسيبه لغاية لما يبرد خالص خالص وبعد كده ببدأ ان انا مسكه ما تمسكهوش وهو لسه سخن وطلع من الفرن لانه بيكون طريق اوي بنسيبه لغاية لما يبرد خالص وبيكون معانا بالشكل ده شايفين ما شاء الله جميل جدا ومتحمر وكمان ناشفهم ارمش وان شاء الله هيعجبك اوي ودلوقتي بقى يلا بينا نشوفها نقدمه مع بعض ازاي انا قدمته بالطريقة البسيطة دي بصراحة الكوكس او المعجنات دي محتاجة معاها كوبات شاب النعناه وطعمها جميل جدا شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ازاي دي المعجنات اللي انا حطيت على وشاة وماء شكلها جميل جدا ورحتها تحفى وكمان طعمها اكتر من رائع وده شكلها معانا من جوه جميلة جدا ومستوية وهنشوف واحدة تانية من المعجنات او الكوكس دي اللي حطينا عليها زعتر شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفس وده شكلها معانا جميلة جدا ومستوية طبعا كلهم زي بعض اه انا هقولكو دلوقتي ملحوظة بسيطة لان الناس بتحب الكوكس يكون مقرمش ما تحطوهوش في تلاجة ولا تحطوه في كيس ولا في علبة التلاجة وتقفلوا عليه احنا بنسيبه مكشوف بالشكل ده كده مفروض على صاج الفرن ومنحطه جوه الفرن وناخد منه وقت ما احنا عايزين هيفضل معاكم قرمش لغاية اخر واحدة بس اهم حاجة ما تحطوهوش لا في كيس ولا في علبة لو عايزينه يبقى طري حطوه في كيس او في علبة في التلاجة لكن لو عايزينه مقرمش سبوه مفروض كده جوه الفرن واخدوا منه وقت ما انتوا عايزين وكده عملنا مع بعض احلى واجمل كوكس او معجنات ملحة مناسبة للكيتو دايت وكمان مناسبة لمرضى السكري المتابعين لنظام الكيتو ومناسبة لمرضى حساسية الجلوتين عملناها من غير اي نوع دقيق وكمان من غير سليم ومن غير منتجات البان اتمنى يكون الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وترفعوا الفيديو بتعليقاتكم الحلوة علشان يوصل لاكبر عدد من الناس وبالف هانا وعافية